مرحبا شباب قبل كل شيء صلء عن نبي محمد أفضل صلى وهي بنابدا قتل شخص بلاسم مثل حماسك وهذا يكون انت سيش شاب لوشين بعد ما حدث اليوم فاسم يون تشي شزار في كامل مدينة فكيف تكون بلاسم انت متواضع جدا لخلوشين يمدعني فقط ما مرتفع الشرطة فكيف لها انتصل لخاص سترك ربما للخيون دخل السياحة الدخل الذي كن نصيحة من اجل قتال قصد ما الذي يحاول ذلك اللغة عماله ها ها الاخيون شي مايزا متواضع جدا يمكنهم السياحة بمكانتك الجديدة في المدينة عموما انا كنت اشاهد من جانب انت تطيع بالنجوم المدينة يمين ويسار اصدقك القول يدي بدأت تحكم سيكون صريحة انه التبادل بعدها اجمعات معك التساعد من كان لخيون شي سيوافق لوشين نخذ المبادرة التحدي يون شي لماذا ماذا يجر هنا اطلقان يون شي عبقري فهو بلا تأكيد لا يقارن مع لوشين لا سبب التحدي ابدا هذا اللو جانان في المستوى السابع وخسر بشكل سيحة فهو يعتقد ان يون شي اقوى من هذا ربما ربما يحاول الاثبات ليوشي ما يعني ان يكون الشخص عبقري حقيقي وانا ربط الانظرات تحت ابتسامة اللطيفة اراني قتل مخيفية بحذا هو سيحاول تدميري هو يرى انني سيكون عقبة مستقبلية اللي اذا بقيت على نفس مسارة طالما هذيني تاك يقول له سيد الشعب اخذ المبادرة يتحداني اعتبر شرف كبير الشخص بلاسم مثلي ما اني اعترف اني اخاف بعض الشيء لكن كيف يمكن رد طلب لسيد شعب لوشينو انا موافق ويا يا صفق احسنت بو انك انهي سيسر قتالات التو ولدك جروح ساعطيك مهلا كافي استساعد حدك قد تبورنا بالنسك النجاهي سوف نبدأ يقول له لا دعي صحيح انني استهل لك ماذا انطاقتي لكن ما يزل تزال لدي بضع نفاس يظلي قل ستكو كافي التبادل ملاحظات مع السيد الشعب ماذا هالجنجن يونشيب بسبب قتالات المتتالية القال للتو انه لدي بضع من نفاس سيد خربها هل يقصد انه يضعف حالاتك في بقتال لوشينو من يظل نفس ذلك اللعين لوشينو ادق دراس ذلك المغرور حتى يعرف من هو ومن انت يونشي صحيح ان لوشينو في نفس عمرك لانه في مستو مختلف تماما عن كل من قاتلتهم سابقا عليك ان لا اختشياره لا تقلقي هذا مجرد قتال تبادل نصاح نتيجة ليست مهمة خلوشين خلا بدانا يبدو انك مصر على عدم اخذ استراحة وانا اختر ماذا حقا لكن على جسدك تقنقني ماذا سيحدث اذا تلقي ضرب عني في بعض الشي واصلت اصابة خطيرة وحتى اختك عن طريق الخطأ ويقول الاصابات في تبادل خبراشي طبيعي لكن ما انا قلق علي منه هو ان الحق انا اصابة بالاخشيو شيء فلا تلاحقني عائلتك اضحكي فليشهد جميع اني اتحمى المسؤولي قتال ضد يونتشي ماما كان الصابات خطيرة لانت تتدخل عادتي في الامر عادتي تشهد على كلماتك على اشياء وقصر الهلال لان يتدخلوا ماما كان درجة الاصابة هذا كرام الرجال والمصاب علي ان تحمى النتيجة فعالة انا سيشهد معكم وانا ايضا هذه الضيك خيون هيا نبدأ هذه اول مرة اراك فيها العادة وسابقة بيني وما ذلك تريد تدميري سعدميرك اولا وانظر اليه بطلنا اكثر من كفاية بقي لديك اثنى عشر ثانية في حالة فتح بواب اروح الشيار الاميرة الدخل اصبحوا عشر ثواني ويقولوا الاخصم هذا الفتاة يزم شخص على منه بستة مستوات كاملة حتى هجم النار يستعملها غامضة للغاية لا تلعم شخص بمستوات عندما اكدت في مستوى الاول ناشي لما كلا استطيع فعلي من هذا حتى ان زاد الطين بلا يبعان عشر السبع في الاجتماع ويقولوا الاخيون هلا بدأنا وين طلق من يفضل القضاء عليه قبل نضوجه في هذه المدينة وقر واحد يكفي ونرى بطلنا يضرب لكن يتصدل بجسده ويضرب بطلنا ويقول كما هو توقع من السيد الشياب حتى بين اصحاب المستوى العشر انت مميز ويقولوا الاخيون ايضا مميز بالنسبة لمستوى طاقتك لكن اذا اخبرتك ان استعملت انت هو ثلاثين بالمئة من قوتي انا ما يدو بطل من الممثل السيد الشياب يعرف كيف يمزع لكن انصحك بالانتباه الهجوم التالي سيكون قوة من السابقة ان لم تستخدم كامل قوتي قد تصاب بصابات خطيرة بكل سروح تفضل وهاجمني ولا تقلق اتفاق الناساري حتى اذا اصبت بشدة انا لان انا نومك انا هلو من المغرب على السماء النصف قوتي حتى الان يهدد بصابة بتجرى خطير مهرج حتى بصدامنا الاول لم يدوك الفاق المول بين اربعهم مجرد اهمق حتى لو كان ابقى رفش من قتالي الشخص بهذا الغرور والغضاء لن يحقق أي شيء كبيرا في المستقبل من طلق باقتالنا اليه تلقى هجومي على اي حال هذه فرصتي تجرى على مهاجمتي بشكل مباشر مرة اخرى كما تريد ساستخدم سبعين بالمئة من قوتي هذه المرة اكثر من كافي القتلى هنا اتصادمون اوه سابق عند كهف التنين معلمتي ياسمين شكرا على تعلمي التقنية الظل المتصدى انها قبلها مثيل لكن ما زد اشعر ان هناك شي ناقص فقط قل ما تريد مباشرة قل ما علمتي ياسمين قوي جدا مع ذلك اعلمتني تقنية حركة فقط امام خصوم قوي ماذا سيتفيدني بغير الهرب قل ما ذا علم الناس ان تلميذنا مراضي ما ياسمين يهرب فقط لما قل لك ان تتكلم مباشرة اعطيني تقنية هجوم تلك التي قطعتي بها تنين تبدو جيدة وضعت قدمك على طريق القوى للتو وترغب بتعلمه سالي هجوم اله النجم اخشى انك ستموت قبل ان تحظى ببورصة استعمالها غير هذا انت لست بحاجة لتعليمك تقنية هجوم قوية ففي داخل عروقك الجديدة ستجد ما تريد البوابات السبعة العروق الى الشيار لا تتطلب شروط معينة لاستخدام طالما هي في جسدك يمكنك فتحها كما تشيع لكن هذا طبعا يعتمد على ما ان كان جسدك يمتلك قوة كافية تحمل ضغطها والمعلومة الجديدة بالنسبة لك هي ان البوابات لا تضعف قوتك فقط بل كان الواحدة منهم مخبة فيها مهارة خاصة هل تقول انها يوجد تقنية هجومية في البوابات الأولى؟ صحيح عندما تفتحها ستتعلم التقنية بشكل تقلائي حسب المخطوطات القديمة فان اسم المهارة الأولى الى الشر هو هنا تنطلق يقاتلون تقنية بواب روح الشر سمسقط الأقمار مفترس النجوم وتفاجأ بالهجوم ورحث يمزقون الارض بطلنا يخرج وهو يتصبب على قطابا ينزف لكن يخرج دارك السالما ونرى ينظرون بعضهم وينطلقون للهجوم على بطلنا والجميع متفاجئ هه، كيف وجدت مذاقع يجوم الى الشر؟ لقد كنت فادئت الضربة أو كنت استعمد قوتك بالكامل حتى ربما كنت تخرج بصابات طفيفة لكن ليس فتر انتظان في عينيك ما حدث لك كنت نظمس بكامل لعنه على ما اعتقد رادية الجملة كنا سقط ميتاً هذا ثمن غرورك أمامي كل بطلنا سسيد الشاب وهو يتفحصه ويتفاجأ لا يرى غضب أيها الواضي سيقتله ويحاول يجوم لكن هناك من يتدخل في قصري وأمام عيني وتريقة لها الطلاب لا تدفع بحظك رئيس القصر الرجين السؤال هو من أجل تلميذ وعد هل انت حق مستعد تعريض قصر الرجل العامي يقبل كامل للخطأ؟ هنا فرطاف أشياء ويملك القوة التغطية السماء المدينة بيد واحدة لكن أنا لن أقف ودع طلابي أعمل بسوء أمامي أي كان من أنتم إن رفعت يدك على تلميذ مرة أخرى لن يخرج أحدكم ومن هنا لا أدفع حظك هل تقول لا أدفع حظي؟ هذا القتال كان مجرد تبادل خبرات بسيط ماذا لك قام الوقت خاصتك بصابة سيد الشياب لهذا الدرجة؟ ذراعي اليسراء تحطمت 12 قطاع كل أوتار جسده تقطعت حتى مسار العميقة تدمرت لم توجد أي طاقة عميقة في جسد سيد الشياب أصبح ماء إلا أن هذا أسوء من قتله ماذا ينشي عقل أوتشين؟ قبل القتال تعادنا وشياء لوشين إن إذا أصيب حدنا لن ينام الآخر ماذا حدث لي وعد؟ هل عشرة الشياء؟ لا تعرف ماذا تنوعد الرجال؟ ويقول الأخراس حتى لو قتلتك مئة مرة في مئة حياء لن تعود ظفر من سيدنا الشياب ونرغب يطلق طاقته إن لم يقتلك اليوم فإسمي لن يكون شياو زاهي شياو زاهي إذا تجرت على مهاجم التلميذ مرة أخرى عادك إن ردي لن يكون مهذباً رئيس القصة شينس السؤال هو من أجل التلميذ؟ وعد ألنت حقاً المستعد للتاريخ قصر الهلال العميق بالكامل الخطر فرطاف الشياء يملك القوة التغطية سماء المدينة بيد وعدها لكن أنا نقف ودع طلابي يعملوا ونبسوا أمامي إيا كان من أنتم رفاديتك على تلميذ مرة أخرى لن يخرج أحدكم من هنا ونها يواجهون بعضهم كل من خارج طاقته جيد ممتاز كل ما حدث اليوم لن ينسى أبداً رئيس القصر شينس انتظر الرجاء أرجع أحديتك لنا بمياضاف أهد يونشي ولونشي يغشي هداء الجميع هنا عندما يأتي الوقت أتمنى أن يشهد الجميع هنا بالحق انظر إليهم انت سيتذكر أنك أول من قتل أنك ستشهد وستتدافع نادر وشيك هذا قد حان الوقت هل أنت جاهز وهو متردد هذا العجوز تذكر عمل مهم للتو يجب أن نحضرها حالاً مبروك على فترتك الرئاسية أيها الرئيس القصر خذوني معكم أجل صاحب فيدي سيؤولد بعض الشهر وهيجب أن يكون بجانبه أخي يونشي هذا علاج خاص في عشرة سيسرع تعافيك بمقدار كبير شكراً جزيلك أخي تاي لوشينك كان يعمل فعل عشرة شيئه الأكبر ولكن قد شللتك شأن الموضوع لن يمر عليك بسلام أبداً مع أنهم فرع واحد من مهات فروطة فشياء لأنهم قوية جداً هم ليسوا بالخصم الذي يمكنك السفزازة قادر مدينة للغاية فوراً كرامتك لا شيء أمام حياتك شكراً على النصيحة يونشي هذا علاج ورثت عن جدي أرجوك قبله يونبا لخي كبير يونشي رائع كلا خليون وسيم وقوي أنا أكبر معجبيك صهري أنت قوي جداً طوال حياتي كانت تغتيهية مثل لا 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 أنت هو مثلي لا لا وتتي يونشي لماذا فعلتها فراطة فشياء لن يخفر لك أبداً ما العمل الآن وقل لا تقلقي أبداً أنا أعرف ما أفعله أيها الغبيك أنت فكر في طيقة تخلص منك وأنت وجدتها بنفسك أخي يونشي أنت رأيك أنك تمتعور جداً صهري فراء شياء لن يدعى الأمر يمور لست بحاجة للقلق بشأن هذا قبل كل شيء يونشي أحد طلابي ومن واجه حمايته فليتفضى الشيوخ والطلاب سكنهم الآن أنا أحتاج هنا يونشي فقط بقى سكن ويونشي طوال حياة مليئة بالسلطة وصرع لما توقع أن يتم تلعب بي بإيلان ومن قبل من طالب عندي هذا التلميذة منعرف حدودة وتسبب للسيد رئيس بالمشاكل أيها الآن أنت أنهيت أمل أكبر عشيرة في المدينة وسائلت كل العائلات الباقية لكن كفاءة كل هذا وأنت تعلمني سأحميك في النهاية العقل يقول أني أسلمك لهم وعذلك أنها نفذت ما كنت تخطط له ليس هذا تلاعب؟ وماذا عنهم؟ لم يسيئوا لك والقصر الهلال العميق منذ اللحظة دخولهم لم يصدق ما حدث له ثانياً ذكاء هذا التلميذ بسيط لا شيء مقابل السيد الرئيس ويقال لوقف هذا البسرحية السخيفة لا أصدق أن كل ما حدث الآن كانت بلا سبب قل هدفك وكتب حاجة ثلاثة أشياء أول موارد ومكان يسمحان لي بالنمو السريع ثانياً عدو قوي وضغط هائل يساعد على النمو ثالثاً الشخص يساعدنا على توفير السباب الأول بينما يساعدنا على الدفاع ضد الثاني أوه لماذا تريد كل هذا؟ هذا الشاب ليس سهل أبدا ربما أكثر خطورة عما توقعت أنا أريد الوصول إلى مستوى عالم الأرض الظلامي خلال ثلاثة سنوات وهذه التفاجر عالم الأرض ثلاثة سنوات هل تمزح معي؟ أنا شخصياً وصلت إلى مستوى إلى الظلامي في عمر لأربعة واربعين عام وما زي تعالق به وعلى هذا أنا أقعد قريب عن كل أبناء الإمبراطورية وأنت تقول أنك ستخفز من عالم الناشئ المستوى الأول العالم الأرض في ثلاثة سنوات هذا ببساطة مستحيل المستحيل على الأخرين لا يعني أنه مستحيل بالنسبة لي قبل هذه اللحظة لم تكن تعتقد من المستوى الأول يهزم العاشر المستحيل أيضاً الشباب متحمسين دائماً عموما بالنسبة لما حصل يوم أنا سأحمي كتا في النهاية أحد طلابي لكن لن نقدم لك غير هذا وننستطهم ما يتكلا في العالم إذا حاول فرش ياه والتأمر عليك في الخفاة سيكون عليك مواجه هذا بمفردك ونأبطلنا وخارجي تبدو محبطة بعض الشيء طبيعي كنت أود استخدام هدف الثلاث سنوات وعرض السابق حتى يقبلني كتنمي الشخص عنده بعض الطريقة فأن كل موارد أوفنون القصر لها ستكون متاحة عمامي لكن يبدو أن لا يصدق أني سأصل هدفي ولو قليل خطة الحصول على موارد قصر فشلت أعتقد أني كنت ساذج وتقلل المينة هذه أول مرة تقابله وهو لا يعرف شي عنك أعتقد أن هذا النتيجة متوقعة لماذا ستفعل مع فارش ياو لا أنت تقريبا وحدك ضدهم وقل هي أنت تجروا على محاول لمسي سحة وراشرة هم ركاما حتى الكلاب والدجاج داخل بيوتهم لن تسلم مني أول يوم لي في الرئاسة ظهر أنتي طالبة ثاءالغضب كل العالات المدينة كم هذا صعب وانت تخفى رئيس بالنسبة ليوتشين وتأتي الشيارو موهب تعظيمة بشكل الله يمكنك فايدا ولد في عائلة محترمة كان اسمه يهز الامبراطورية بحلول الآن لكن بعد ما هدثكش أنه في خطر كبير فرشياء وذلك لن يدعو الموضوع يمر أنت ما يتو أريدك أن تفعل كل شيء الحماية هل جلالتك اخترته خلال السنوات السبع الماضية كنت تتنقل بين القصور العميقة التابعة على الامبراطورية لكن لما أجد مرشح واحد ونظهر ينشي نجمساته درجة النفاق ما كنت أبحث عنه لكن بقى سنتان فقط قبل انبدأ المنافسة حتى إن كان ينشي موهبة قوة العميقة من خفضة جدا وتقرب قوة المنخفضة إذا استطاع قخص معالمنا تقريبا بعالم كامل هس ما كان شيك هذا من قبل هذا يتخطى حاجز الموهبة خلال الفترة القادمة سأحاول التقرب من قدر الإمكان وبالنسبة الفراشياو سعد عمرهم لك من تكون هذه الأميرة المهم رجالة تقلقي يا صاحب السمو أنا أكثر من كافي تعموا تابعك متواضع لا يخشيهم مقف الفراشياو فسح الطريق ابتعد أنتما سيدنا الشاب مصاب شد أبلغ رئيس والطبيب فورا يفزعون ويأتون الرئيس لأله يشرعون له هذا يبدأ بالغضب سيد أرجوك انقذ سيدنا الشاب بالسرع لدي أعظام مكسورة ومسارات العميقة قد من فعلها من الذي فعل هذا بابني تكلم حاضر حاضرنا قصر العميقة سيد الشاب خاضر قتالات والطالب الدام والرصابة كانت قتالت بعض الخبرات عديم الفادة ويرمي هذا قصر العميقة فعله هذا بابني من هو سيد أرجوك انقذ صحيح السيد الشاب هي لهم حاليا علينا أرسال الحجرة الطبيب وماذا سينفارسال لأي مكان كل مسارة جسد دمرت وكل عروقت تغطا قوة ماق بكل معنى الكلمة اخبرني كيف هدأ لان ماذا انت اخبرتني بكل ما جرى من الف لياه حاضر ونرأي بطلنا يتدرب مالأميرا آخيرا شفية تصاباتي لكن جسدي ما زال يولم قليلا طبيعي يجب ان تكون شاكرا ان مساراتك ما تزال بخير انت ارهقتها كثيرا اليوم عروق الأشيار عرواع ما تخيلت اليوم اتصلت على شخص على مني بتصم مستويات انت لم تختبر سوى البوابة الأولى عند وصلك المستوي العالم الحقيقي ستقدر فتح البوابة الثانية وستضعف عن قوتك وستضعف على هيئة يروح الشهر في فترة أطول ونرى ماذا حصل يونتشي اخرج حالا ولا ساديك قصر الهيال فوق راسك حالا لديك زائر قصر الهيال سلموا لي يونتشي حالا تفاجبت غلوني صهري انهم رجال من فراشياو لقد حاصروا البوابة الأمامية بالفعل ايها بالسرع اهرب من البوابة الخلفية ما هجمتهم البوابة الأمامية تعني انهم مضوحوا الرأس على بقية مخارج القصر ان كانوا يريد اللقاء سذهب اللقاء شونو اريد تفسير لما حدث ولدي في قصرك تفسير تحطم بوابة وتصيب رجالي وانت من يطلب التفسير طالما عندك ضرب ولدي وتسبب لها بفعاقة دائما لا تحدثنا عن بوابتك السخيفة قل هاي كان بين الولدان اتفاقية قبل بدل القتال لم تسمعنا اتفاقية اتحطق بلني ستنازع عن الثاري بسبب هذا الوعد التافي اعطني انتشي فورا ويا ساساوي قصرك بالارض اهذا وزن كلمة الرجال عند عشيش تايك ان كان هذا ما اتراه فلن اجاد لك اكثر اعمل ما تراه مناسبا ويطلق طاقته اذا فانت وكمت عليك المنتسبي قصرك بالعدام وتنهد لانت القجوم والنحوهم عالم الهاتف مرحلة متقدمة انت بقوتك هذا يمكنك ان تصبح سيد عشيرة كبيرة في اي مكان في القارة ما لا تفعل في قصر العالم براطوري السخيف هذا لا يهم اعمل او اي اعمل طالما انا اخدم العالم براطوري فهذا شرفا لي كما ترا انا مصر اليوم على حماية طلابي رجعت افضل بالانصراف يبدو انه ينصر الشي من مجهد هنا الليلة لكن انتظروا شي اهد بعينيك تعدمير قصرك بكل من فيه اما ازلت التفاوى بهذا الهراء تدمير احد قصر الامبراطورية هل اعتبر هذا تمرد؟ انا لا اجرى ولا قوة للفعلاء لكن لا تستعمل مستوى قوة التي بالنسبة للبقية هذا لانه اكل حب الكنين السماء والتي من احتالى الطائفة الرئيسية وتفاجئ ابني التحت حماية طائفة الشياء والرئيسية ايها الحمقى وانتم تجرأتم على عاقته لساعد فحسب لهم مقرر الزواجة بحفي داح الشيوخ طاف الشياء بعد نصفه خطيب حفي داح الشيوخ طاف الشياء قضي علينا قضي علينا مركزه كابن رئيس فرع الشياء يمكن التعمل ما لكن هذا صهر شيخ من طاف الشياء هذا كل فرق بين السماء والارض ينشي شيقتنا هذا لم يكن بالحسبان ارسلت الشيخ بالتفاصل ما حدث بالفعل وهو في طريقة لهنا انت هذا صحيح اغل كارثة اذا تدخل الطائفة الرئيسية فانا مجرد حشر امامه ناك عني العالم براطيري نفسها لان تقدر على حماية ينشي هل فهمت الوظلان هيا استدعي لي ذلك الينشي فورا وإلا بعد عشر ايام من الناس ينهدم قصرك على روس من فيه سيد الرئيس ارجوك استمع الكلام طاف الشياء ليس كيان ان يمكن العرف معه مع ان ينشي ابقى الولد يمستقل الناسها من حياتنا سيدي ارجوك هذا النظر هذه مسألة حياة اموت هذا لا تستسلم يبدو اني نناصطه حمايته حقا لكن حتى لو كان كلامك صحيح لا يمكن تسيمح الطلاب ولا ستنزل سما قصر العائلة الامبراطورية الى الارض هل تقول انك ما زد تنوي حمايته؟ عشر ايام لم تقدر ان الشيخ الطافة سيصل بعد عشر ايام؟ خلال هذا الفترة سترضي شيء من قصر ولن تكون علينا مسؤول حمايته وقتها يمكنك فعل ما تشابه وننتدخل اوه هكذا ايضا سأصدق كلماتك هذين مرة منحكمه للايام العاشرة هيا سيدي اساة اغادور بعض البساطة قوى رئيسهم ليس اقل مني واذا دخلنا في قتال شامل ضده كل معلمين وشخص قصر سنكون في وضع خاسر لان كل رجالة نلقو غير متواجدين اليوم يريد انتظار وصلوا شيخ طافة فلينتظر عندما يأتي الى النقتل يونتش فقط بسامحوا قصرهم اللعين من المدينة ارسل رجال مراقبة كالشبر من مهيض القصر انتجر يونتش على محاولة الهرب اقتلوه حيث يقب لم يسلمني فورا لما توقع هذا أبدا لماذا قد يخاطب حياتا منهج المهلة نعمي الحلون بطلا نخرج أخي الصغير وتهتي شيئا أخيرا وجدتك اتعبتني في البحث عنك اوه اختي جميعا تتذكرني لا تكن مشاهم لهذا الدرجة قد تكون لدي فرصة انقاذك عاصمة امبراطورية اهر زرقاء هي مسقط راس ويصد ويصدف الناحد افراد عدت سيئة الاستحابة خلال هذا يام العشر سيتم مع وحش طائر ذو مستوى عالي يمكن ان اخذك ماء والخروج من هنا لن يوقفنا احد وتفاجأ ما بل هذا التعبير اختشياره انت لطيفة جدا معي الوقعت في حبي ربما هذا ليس ذنبك وبما نوسيم جدا لكنني متزوج بالفعل لنتمعني مكانتك كزوجة ثانية وانها منزاجة متوهما انني لا امن لمن هما اصغر مني مساعدتي تاني انك ستصبحين عدوة طعب اشياء ومثي تماما يبدو انك تعرف كيف تتحدث بالجدي احيان لا اشراكك في هذا المشكلة بدأتها انا لا تقلق طالما عرضت عليك مساعدة فهذا يعني انه يمكن المساعدة سيخرجك من هنا بسرعة الدرجة لن يكون يساوي بحد ما حدث اذا ساعتم على اختي كبرة هذه المرة لكن لا تقلق لمستقبل ساستخدم جسدي لا اريد لك المعروف انت حق شخصا غريبا بعد حلول الليل وتقول الاميرا تخرج لا تعتقد ان انت ك الفتاة غريبا لا تربطك اي علاقة حتى تعادي طائف اشياء من اجلك وانتقبت العرض ماذا ان لم يكن مقتفى الفتاة تحسبني طريدة تريد الحصول عليها لا اعرف ما الدافة ورا هذا لكن نجاحها وعدم شيء اقررها انا كان يوم طويت استعدت طاقة العميقة بمقدار النصف تقريبا حتى الان والان حان الوقت لاتمام هذا داخل فضاء اللولا وهو يدخل الى الاميرا اوه اوه ماذا يدن يفعل اوه ياسمين انت صغيرة داما تبدو انه جميلة لا امن من النظر لها ابدا سوى مستيقظة وناما داما هي اجمل من راريت اخي 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 ونراتوا عن اخي يبدو انها تحلم باخيها المتوفى اخي ويتبكي هل اتيت الاحلام يا اسمين مرة اخرى هل جيت الزيارة اخي انا تبكي ويتحظن بطلنا اخي اجل ياسمين الزيارة وحيث تتفاجى وتهرب منه واذا اضربت ما الذي تفعله هنا اجلت تتفقد وضعك فحسب الحسن الحظ وجهتك نايمة بعمق يمكن انشاء سرير من اجدك اذا اردت ادخلت الفضاء ترى ما انك تجيب حاج السرير اعترف لك ما تضربك حسن حسن انت تعرفين انا فارش اختهم قصر منذ قليل وكان يطالبون بقتلي وماذا في ذلك انا شخص طيف من عادة رد المعروف لها ورد ضعفة مضاعفة وانا قد فكرت جيدا بالفعل اشتريت منذ قليل انه وحش مستوى الناشي من القصر بالاضافة انه انه امبراطورية بالاضافة اللولو السم متجر القمر المظم اوه سيدي ما ادعى تشريفك لنا في المتصف الليل احتاج منك خدمة اريدك اشتري مني نوات تنين امبراطورية سيدي هل تنزح معي هذا التاجر الوضيع كل محتويات هذه الفرق متواضم اجتمالات تساوي ثمن هذه النوات توقف عن النوات فقط اعطيني خمسين الف عملي ارجوانية خمسون الف ماذا؟ رقمها لك مقارنة بنوات الامبراطور ولا اشي ابدا اتريد مني تكرار كلامي حسن اريد خمسون الف عملي ارجوانية مقابل نوات لا تملك هذا المبلغ ايضا وقل تحت امرك هالذيك هي طلبات خاصة فيما يخصها وقل بعشرة اكلها لا تكشف احد النامعك وفي الخلال 10 يام قم ببيع الفرع عشر اشياء وبالنسبة الربحك منها فهو لك بالكامل الربح من هذا الصبق سيفوق كل ارباح السنين الماضية مجتمع هل لدى سيدتي اوامر لي فيما يخصها الربح؟ سابقا تهديتني فستان احمر مجان اعتبر الربح النوات عويض مني انا لعبا اكون مدينة لحد بعد عاد بيعك النوات لان اشرب اي اتزام نحوك سيدة رجال لا تقل هذا خدمتك كان الشراء فصادت لفتخر به طوال عمري سيواج سيواج اخر سيدي بالنسبة السر بيع هالذيك سامعين في راسك لا ضع السر الذي تريد لكن لا اكد انها ثمن يمكن فرشي او تحمي الشراء لكن تجرتها اختفاض بها وحدثت المشروع فترة قبل واقف ابو ماري تخفيف حد كلامي قليلا ولا قد قتل الرجل منه مرة اخرى تبا صحيح قبل ان ارد وانا ارجع لها مرة اخرى يخيف هل لديك سرير للفتيات هذه التفاجئة اجل اجل هذا سرير امير اليشيم البيض منه افخم انتجات في متجارية ها افضل انواجيشيم غير انه مواصع بنجوم الكريستال نادرة جدا ومالحقها سرير من الحديث السماوي يماذا قد تحتاج طفلة الشيكاء بحق السماء انها ثروة ياسمين انا اجبك هل اشتري لك فالما تشاهد الامير لا تهتم اصحاب ثمن سرير من البطاقة ابنتك حق محظوظة بامتلاك اب مثلك ونرى سايدة به شوارع مدينة الهلال طبيب عبقري بلا مثيل لا يوجد مرض لا يمكن شفاء اذا لم اشف المريض اقطعوا لي عزيزي واذا قد جرى سيتفاجئ الجميع انظر ذلك المحتال مدينة صبحت وكر المحتل المتخلفين عقليا اراهن انه بلا قضيب اصلا اخبرني ما هي الجملة في اخر الرأي اقطعوا لك ماذا هذا ثم المرة تسأل لي فقدت لك الجملة بالامانة طيب يبقى قريب الامثيل هو هذا ماذا تاني اقطعوا لي عزيزي هذا ما يسمى بالسجع مجرد كلام زجع الجملة تبدو افضل انت صغيرة عندما تكبرين ستفهم امور الكتاب والابداع هذا اعتقد انك محق انا رئيس يحضر كل الطباء في المدينة بالفق كيف يفترض ان ايجاد اي طبيب اخر لا مفرر اخبر انه انه سعد من سعد بلا طبيب لن يدخل العشيرة انظر وجدت احد عبقري انه طبيب يشرب خمق سيدي سيدي وجدنا طبيب اخر انه يجلبون العشيرة وانظروا لي من الطبيب الاقرهي والاحمق ذلك مجرد متسول حاف القدمين يمكننا الباس الحذاء جيدا المزيف سيبقى مزيف ايه الطبيب سيدي الشعب لا تنصيب بشكل بالغ ويحتاج مساعدة فورية ثم انت رافقنا طفرة العشيرة والتعالج سيدي الشعب وسألت هكد مكافتك بشكل سخي ونبط جيد جيد هذا طبيب متفرق لانسى اذهب معكم الاخبر تماني ما اسم عشرتكما سيد الشعب صباله هل يوجد مصادفة كهذه اسم ولا تبلل نفسك خوفا نحن منتسبي عشيرة لقوة في المدينة فراشياو لكن لا تقلق اذا معلجت سيد الشعب ستلقى معامل صديف ممتاز ماذا الخطة كانت انعاج الناس بشويه ثلاثة ايام حتى وسي نفس السماء بعدها توجه العرض المساعدة على فراشياو لكن هما جاءوا لي بانفسهم في اللحظة ظهوري رائعا انا مارست الطبيب طوال لا حياة واثق بقدراتي هي قدن سيدك الشعب منها الجواء صابة لوتشين قطيرة جدا لا فرصة في شفاء الا باعتماد على الكريستال المعرق لكن هذه القطعة الظهيلة في يديه يثمن شيء تملك العشرة بالفعل وكل طباء المدينة الصغيرة لم يروا قطعة فيه من قبل فضل عن معرفة كيفية استعمال سيدي سيدي وجدنا طبيب آخر وانا اتفاجأ اوه مكان لطيف مكان لطيف يتخبطون طبيب عبقري انظروني لي لا اذكر اني طالت البضان المتسويين الدجالين القوة خارجة اوه يبدونا سيد راشيا من قطعة كرسة الله معرفة جميل لما تقنى بايته صغيرة كهذا تحتوى الكنس ذمين لكن الاسف درجة نقاط هذا حل جدا واتفاجأ انت ادريت هذا النوع من الكريستال من قبل واستطيع معرفة درجة نقابه مجرد النظر واستطيع استعمالها ايضا لكن اصاب السيد الشياء بسيطة استخدام كريستال معرفة ليس تكون مضيعة هراء انت حتى لم تكشف على المريض وتشخصها تبعد انا اقول لك ان بالجانب كريستال اللهي لا شيء في العالم قادرة مساعدة سيد الشاب سيد الرئيس انا كنت امارس الطب في المدينة العشرات السنين وهذا اول مرة ارى ذلك الشخص هو اسمانه هو قطعة الجاد صحيح وجودك بحذاته بسيئة المبادئ الطبيب يجب قتلك عقابة على تدني سمعتنا نحن طباء انا بالفعل فحصت صعباته كل اعظم محطمة ونصفة وردة جلسة مقطوعة ومعظم مروق الطاقة متفجرة ويوم امس صعبها البارد والحمة وهذا السبب الحقيقة يكون فاقد الوعد الان صحيح اشعاعات اصاب السيد الشاب من تشرك النار في الهشيم والكل يارف عراضي وانت يا عيد المحتاج تريد ان تقول انك اتشفت كل شيء بالنظره هذا فقط مبالغ فيه بعد كل هذا السنين في مراسط طيبية الشخص في حاف القدمين لتبقى على حسابي انت تحلم وهو اكشف على المريض كيف سيكون طبيبا قريب وقتها اتقول انه يمكن الخرق التشخيص بمجرد النظر اتصب نفسك الى ايها المزيف لما لا تنظر لي اذا اتقل مع مشكلتي انا فاشيب كلاوي بسبب الجماعة متكرر ايث ينصدم اما انت انت هو صاحب المشكلة الاكبر هنا فاشيب كلاوي البداية قد مكتولة لما تصبح اثقر من ذو سنة وخاصة وقت الظهر لا لم يشتاعد جربت كل انوالد ويومس كدنات كل لا لم يشتاعد صحيح انت كيف عرفت شيك هذا ثعبان نقز زهريشي القرسك ثعبان احمر ونهيف قبل سنتين ذلك النوع يشباث كثيرة بالحقل العادية لكنه يحمل اسميان قوي جدا سم ذلك الثعبان سياخذ سنة حتى يبدأ مفعولة وثلاث سنة حتى يقتل الظهية لو لم تقابل اليوم يا صديقي كانت امامك وبضع شهور تعيشها صحيح صحيح ذلك كثاب عن احمر اللعين كان يبدو عادوه ضعيفا لما تخيل اللحظة انت انقذت حياتي طبيب لاي طبيب عبقري هل لننسى ابدا انقذت حياتي ذلك الطبيب جونسون احض ثلاثة شهر طباء في المدينة الهلال وكل المدن نحيط ان يكون مستعدركوا وتصير بها طريقة مام طبيب اخر لحظة طبيب عبقري اوه سيدي لم تعرفنا باسمك المفخن بعد اوه انا هوانفو اتيت من امبراطوري الانقاء المقدسة الانقاء المقدسة جميع مصدوم امبراطوري الانقاء السماوية اسمه هوانفو يدي الاله العجيب انت يدي الاله العجيب ايه هل اسم هوانفو ملك الشخص حقيقي لانا لقد اخترعت للتوه اوه لما اعتقدنا حد في هذا المدينة سيعر اسمي صحنا انا هو المدعوب اسم يدي الاله العجيب ايوني الكلب خاصتي لم تصدر روية العظيمة الذي امامي تبالي تبالي انا رأيت يدي الاله العجيب يمكن ان انت موت في السلام لا عجب من ما ارأت فخامتك الطبية العجب من هذا؟ سيدي سيدي انا قرأت كل المجلدات التي كتبتها وانا ايضا ان امرجي كطبيب حتى اذا كانت مشغولة ستظر مبالغ فيه عشر اشياء مباركة من السماء سالشياء مقدر الله النجاة من مصيبته هو اخفوه من هو هو طبيب شهير انا او كهذا ويقال لبا اكثر من هذا انت تنظر الان الواحد من اشخ خمسة طباء على مستوى القارة بالكامل يقال ان لم يدخل طريق فنون القتال مع ذلك استطاع العيش خمسمائة عام احتمد على قدرات الطبية وحدها وحسب الشائعات فهو حقا يبدو بالاربعين او الخمسين امره وان شعره يمشي بعد هو واحد من افضل خمسة طباء في القارة موجود في اصالتي هذا افضل من ان يكون حقيقي ماذا ان كان من تحل مهما ان اظرت الامر ذلك لان شخص يبدو محتاج شعورك طبيعي تماما بالطريقة التي وصل بها هنا ستساصل مع نقاب القمر المظلم لا اعرف معلومات عن مكان هو في الحالي تتاكد لكن حتى له ليس مزيف فالمهارة الطبية لا يمكن تجذيفها ذلك الشخص امامك هو على الاقل الطبيب بلغة داخل المبراطورية لا استغف بالموضوع مهما كانت المعلومات غالية يدفع ثمنه لا اكد اهويته امرك سيدي شي ضاب من معروف ان سيده هنا يتصرف مزاجه ويعالج من يهلوله فقط لا يكتثل من الماله والقوة اذا ارجوك تصرف معه باحترام باكبر قدر ممكن فحياة سيشياب ملك يديه الان صدق حتى لو كان هناك شك حول هويتي ما يزال هو املي الوحيد حاليا سيده وان فو ارجوك انقذ ولدي اذا حدث وشفيت حقا اذا امرتني بان تحول حمارة وبقرة من اجليه كان لن ارفض حاجة ايش يموين له ثلاث قطع قلبر جواني الف سنة نبات جيجين الدم ثلاثة طاعمية عميقة خمسين قطرة ندى الصباح احضرهم لي فورا وانا احب ان تم زعاجتنا العملية اكيد اكيد وانا ساحة من رساطين ما الذي يفعل ذلك الشغص مع ولدي في الداخل سيدي سيدي الاخبار وصلت الاخبار لا تزعج الطبيب بصراقك الا العجيب السيد وان فو اختفلق بالسنة من امبراطوريا عنقان مقدسة خلال هذا السنة لم يرى احد شعاد تقول ان غاد امبراطوريا اليجوب العالم ذلك الشخص بلا شك هو سيد وان فو جاهد كل شي تمام الان ادخلوا سيدي جراسي الشياب سيدك الشياب استيقظ بالداخل ادخل وانظر بنفسك لكن او ضعي جدا لا تعطوش اياك لي حتى امران بذلك ساذب الاسترية انتك يتشعر انت بخير ابي ذراع ليس اريول مني بشدة تولمك كيف تولمك قد شلت كالعروقك وعصابك ومسارات الطاقة دمرت يا الهي اتفاجه حين فحصة العظام مكسورة اتهمت كاللوتار مقطوعات اتصلت حتى مسارات الطاقة اشهر بحركة طفيفة فيها ماذا حدث؟ وصل طبيبي مبارك من السماء لعلاجك يجب ان التعامل باحترام عندما تراه المرة قادمة لو تركت انطبع جيدا لذلك الشخص لو جعته يتذكرك فقط الفواج المستقبل ستكون بلا هدود علان شكل ذاك اليون لان اعطاك فرصة التعرف على رجل عظيم كذا يونتشي ونراه ينظر انا ساخذ انتقامي مني ضعافا مضاعفا تقلم اراه معروف العام ان التنكر بلا فائدة لان اذا متنكس هاي وانت حرفية حوات تجاود داخل عشرة كاملة وخدعت رسية كلهم اقوم منك كيف اه تنكر لا دخله في القوة العميقة بل طب شخصة نقل مستوى مني في العلوم طبيين لاني اكتشفنا بهذا وانا لا اتخيل وجود احد اعلى مني في هذا القارة عشرة شياو شياو لوشينغ فراحه وكمات الشياو البعض ايام عندما انتهي منكم ستعرفون معنى الحقيقي كلمة الندم لوشينغ قم بسرعة وحيي طبيبك هذا الرجل عظيم هو من اعطاك حياة جديدة هذا الزغير لوشينغ يحيي الطبيب المبجر وهو لها جمع رجل مرضى هي مهمة هي داني افاصل نبضك اه ينظر اليهم سيدي الطبيب ما هناك مشكلة لما اقول لكم بلامس لا تطعموا اي شيء اتحسب ان كلامه مجرد نباح هذا الولد كانت يقول انها جاء بشدة لذا زوجتي عدت لها طبق شعر بدجاج فقط قلبك من رقيق هذا قاتل شياء منذ انشق الشمس وانا كنت جاهز دواء يشفيه تماما والعنى مفعول الدواء لن ينفع بسبب شعر بدجاجك اللعين اصابات السابقة في الاوردة ستترجع بشكل اكبر بسبب فعلتكم ستكون صعوبة علاجة مضاعفة عشر ضعاف انسلامت تحبون الشابة كثيرة ان هذا احضر لكم طبيب اخر العاجز لا يملك الوقت ولا تجهد لكم ايوه العتيق ارجوك اخفف غضبك هذا حدث بسبب غبايانة ارجوك لا تعاقب ابني بسببي ارجوك لا تذهب حياة سيدان الشاب بين يديك ووحدك سيدي هذا المشكلة هي ان هذا الولد ليذكرني كثيرا بحفيدة متوفية حتى حفيدة كان اسمه شيء مثل لو تشين من اسمه انه لما استقضحت معك القرى دراج الطبية لو استطاع النجاة كان عقل مثلك تمثيل جيد لكن لكن اه تفاجئ كان العتيقي يفتقد حفيدة لها الدرجة وهو اشبه ولدي اذا ما تتخذي حفيدة لك انت انت ماذا قلت وايبكي هذا الشيء اوتيان يا سيح جدك انت متوقع ان يسأل مهم موضوع الفترة اولى او ربما تبثيلي افضام ما اتخيل جدي انت ماذا لديتني انم يكلد جد ماني انا سيكون دعم حفيدك المخلص جيد جيد حفيد جيد لا تقلقي حفيدة جدك سيح شفيك راح الدم رب دل ما تشفيه مبايك الرئيس رعليه مبايك سيح شام مبايك سيداتيك مناسبة كبيرة السادة الاحتفاء صحيح بعد شفاء الوشين سنة احتفاء الثلاثة ايام جدي هذا حفيد يجب ان يرك عليك حفيدة جيد لا تؤذي نفسك لكن يمكن ان يركوه عليه عندما تعود الصحتي سأركع لك هنا اعود صحتي لكن سأفعل ان ايضا ايضا اوه حفيد جيد حفيد جيد الاسب مسالة الشفاء ستكون صعب بكثير بد من الان سأحتاج الصند وي على رتبة سيدانا بايك ياو رئيس ندقاء طبي واكثر شخصي عرف مخزون العالم من هاي الشياب جاي اقبرني عن ما تحتاج لي وسأحضره لك فورا حسنا قذب زهرة خشب صدباب بعمر 43 عام جزء من جوار زهرة الشمس الدم لولو يروح الدم بدرجة نقاط 5-10 على قد نبات الجنسي بعمر 108 عام عدام من نبات الوركيد بعمر 12 عام اياك ثم اياك ان تختفي عمرك العشبة ولا ستكون عواقب بخيمة هذه المكونات يمكن حصول عليها لكن هذا طبيب صغير لا يمكن تأكد من عمر الدقيق كل عشبة صحيح ما الفرق بين العيدان ذو 12 عام وذو 10 عام مثلا انت ليست مسؤول عن قاعد طبية لا تعرف ابسط مبادئ العشبة طبية الطبيب الصغير لا شيء مقارنة بسيادتكم فرق عام واثنين في النباتات من مستحيل على اكتشافه لا مشكلة تعال انا سأختار العشاب من المخزون انا مخزون انا ستماكن تخزين العشاب باقي من محرمات في العشار مستحيل على غريب مثل دخوله سيداتي قتب الفرصة باحد جد السيد الشاب كيف يمكنك تكون غريب اجل تفضل المفتاع ويمكنك اندخول والخروج وقت ما تريد كيف يمكنك اهم الثقة بالشخص بقابة تموه بالهمس على الكنوز العشيرة يبدو ان سيكون علي تأسيسكم من البداية بطلون غاضب انتم ما سوف تعتمعي وسوف تتبعنا خطوة بخطوة وانا في المخزن لو شكاقت في يدي لا نشك في سيادك ابدا لكن حق سيد الطبيب حكيم ماذا الصغير سيتعلم في خضورك دائما باكا وتبع سيد الطبيب وسادة في كل ما يريده تفضل سيدي تفضل الخزانة من هنا حسنا ابتسم بطلة ابتسامة خبيثة ونرى واقفة مام المخزن ونرى يفتحون الباب ونرى كثيرا هنا فتح الباب او هاي ببشارة صوت فتح البوابة يمكن السماء في ارجال عشيرة هذا لن يكون سهلا تفضل تفضل لا تبعد ان يكنز من ثلاث خطوات حتى اذا اضع شيء لا تقولني ان السبب وهالحثارة مخزنة ساهم لا ان السيدة يدليها العجيب ثانيا انت لا تملك قوة عميقة ولا خاتم فراغي انا سرق شيء اين ستضع انا لا يدخل بطن هذه الخزانة الخشبية تحتوى كل اشياء الطبية في العشيرة لسا هذا فحسب بل كنوز والاسلحة والدروع والمهارات قتال التراكم بالأفثر من الفان احسنتم انا انظر اوه انا انظر طبيبا في القارة ماذا الكلام لك اشياء ابن استخدمه في طبي يبدو ان هذا على وشك التغير اوه اعرف ذلك النظرة جماذا تنظر تلك الاشياء وكأنها اصبحت ملكك ها ستتزاق دقي ان اخبرتك انك الهذا سيكون منك الى ايام القرية القادمة اريني كيف وينظر الاخير هناك شيء في مكان مختلف عن البقية ذلك الضوء ما مصدره اوه هل تقصد ايه انه سيف النمر هذا سيف روح النمر ارسلت الطائفة الرئيسية لنا هو السلاح الوحيد مرت بالارض في مدينة الهلال هو غلل شيء داخل العشيرة يخطط سيد العشيرة جاء لهدية الزواج يوم زفاف سيد الشاب اوه انا بالفعل سيف رائع بعد ثلاث ايام انا لا احلم صغيخ خلال ثلاث ايام انا بتحويت من وضع ميوس من الاصابات طفيفة اوه تأكد من شكل جدك بشكل جيد يا ولد هوهو جد المبجل هو اعظم رجل في العالم شكل عالم اطائحة يا جديدة هوه عفيد جيد لكن لا ينبغي عليك شكري اي رجل لن يساعد حفيدة لنظامك واوهو التارجس لديك عدد بشكل كامل تبقت فقط عروقك العميقة يمكنك اصلاحها لك فورا لكن الطاقة التي كان بها تسربتك لاو ستعود التدريب من البداية هو يمكن اصلاحها في نفس الوقت جعلك تضع قدمك في النساء النطاق الارض والتفاجون النطاق الارض دو ساير جدي يوجد شي كهذا حقا ماذا كيف في تاريخ امبراطوري يحزق الاشياب في الستعاش دخل النطاق الارض من قبل ان امبراطوريتي لا اعتقد انها حدث في كامل القارة لا اتحدث هرا انا كنت احجول القارة لفترة طويلة وعرف جيدا ما اقول يوجد بالفاج شباب في الستعاش وقل في النطاق الارض يوجد طريقة متتبعة لفترة طويلة ويصدف ان اعرفتك الطريقة فقط تحتاج لها نوات النين سيدي التناني يقول وحوش راميقة كيف لا شي صغيرة مثلا تملك شي بهذا القيمة قبل اربع ايام عندما كنت اوضي طريق لانا اشتممت نوات النين براطور لدى متجر القمر مظلم اما انه شراعه لا فاضع اذا لك من اجل مستقل عشين كشي ستوق باكيا واسترد سترقبني للمتجر حالا سيدنا نتحدث عن نوات النين براطورية لا بد ان المتجر يجهز المساعد الضخم مستحيل ان يبعوها لنا حتى اذا اوافق فان ميزاني العشيرة كاملة ننتك في الشراعه رئيس متجر القمر المظلم يدين لي بمعروف كبير اروا هذه البطاقة وسيبيعلكم بل ويسأعطيكم تخفيض ايضا شكرا لك سيده ونخفوه بايكيا ويا نسرا انتظير حتى بوجود البطاقة من يانا من ياما تستقاظ مارس المتجر مارس هذا ذي اعطى شوارة تجربة من الخزانة في غيابكم هذا رجاء تركوا نسخة من المفتاع مع شخص تثقون به داخل المنزل يوجد سخاتان الأول مايو المسؤول المخزن الثاني مع رئيس العشيرة وما ما فكرت لا يمكنني اختيار شخص أفضل من السيادة تسليم المفتاح في غياب أنها رجاء تقبله هورا كيف يمكنكم تسليم شيء بهذا أهمية غريب أنها تنهتم مع ماركم طويلة حتى تصبحوا بهذا الساذاجة وقال أخير على الأيام الأربعة ماضيين كان سيداتي يغزوا يزور خزنة مراوة تكنينة ما رأك تبديه تماما من الشيء هذا طبيعي كيف يخذ المخزنة أن يمدعينك هذا طبيعي إلى جانب أنك سبعة جد السيد الشياب هنا يركع سيدي أريد أن ترجعك قبل المفتاح أنه ينظر حسنا ويأخذ المفتاح فقد أتخاره في العودة أحانا وقال لقد وصل بطن المخزن ليدخله لها من قدر هائلة تراكم الفعام من الكنوز لكن للأسف سيبدأ يسمى مالك كومبيون ويبدأ تفعيل الخزين ها ها أي الملايين أردتم محاصرتي أردتم قتلي يوم سأريكم معنى كلمة التدمير أوه كنت أسى لم أدونا من أجل أشاف فقط بل السلاح الجديد أيضا هنا السلاح يمياء خزنة هادي يا زفاب السيد الشياب هذا الجسيق بلا بكسروه آه ماذا صندوق تحت السيف ماذا شكل غريب جدا ويعطي شعورا كبيرا بالخطر أوه نوع من السم هناك شي صغير يمكن تحريك هنا سيجرب ويخرج ويطلع طاقة كبيرة ما هذا الشي قوة تدميرية وتك الكرات تحمل رائحة سم قوية جدا المصاب سيموت بلا شك بعد ساعتين لم يبقى ولا ذر غبار في المهزن لكن هذا لا يكون مهذب مني علي ترى كهدية صغيرة حتى ايه ايه وانا لا يخرج بطلنا ويطل حفيد الجيد حفيد ينهيد التحضير يشربه كله وانا لا يبلعه ولم يعد والدي بعد ويقول لحسن تقديري فهم سيعود بعد قليل لكن عندما يود انت انتراه جدي ماذا تقصد ما شربت الان سيقوم بذا باروقك العميقة وتعريك بالكامل واجتماع باطر العالم لن يقدروا على شفاك جدي نماذا المزاح الثقيل لا سفي عزيزي هذا الجد لم يكن يمزه معك هيا حفيذي ويخرج بطلنا حان الوقت تتعرف على جدك الحقيقي يون يون تشي وتكون النهاية اتمنى اعجبكم المغطرة تضعنا لايك واشتراك بالقناة وشكرا جزيلا لكم